الحقيقة أنه إحنا لسه مكملين طبعاً معاكم في رحلتنا جوال كتب والحقيقة كمان إنه حكاياتنا ما بتخلص في الكتب لسه مكملين منقشة كتب كتير مهمة مع كتاب مميزين والنهاردة عاوز أقول لكم إننا هنتكلم في موضوع مهم جداً في حقيقة الأمر إن كل ست فينا بتمر بيه كلنا بنمر بأزمات وده طبيعي بحال يوم إحنا حاسين إن إحنا في قمة النجاح وحالنا في يوم تاني بنحس إننا مقصرين أو يمكن نكون حاسين بالفشل الحقيقة أنا بحس إنه في مجتمعنا أحياناً الست بطلوب منها طول الوقت إنها تكون بس نكحة وما ينفعش إنها تفشل أبداً ما ينفعش تنهار وهي أساساً في ظل الضغطات اللي بتمر بيها ما عندهاش رفاهية الإنهيار الست عليها أحمال كتير جداً غير البيت والولاد والزوج كمان شغلها برا والتحديات اللي بتقابلها عشان تقدر تثبت نفسها وتثبت كل اللي حواليها إنها بس تقدر كلنا بنمر بتجارب وأحياناً بتكون تجارب صعبة ومؤلمة لازم تاخد وقت ما إننا للتخطي وما ينفعش إن نميها ورى دهرنا وما ينفعش ما نكملش لإن إحنا طول الوقت ما تطلوب مننا إننا نسبة نفسنا ليه طول الوقت ما تطلوب من الست إنها تعمل كده ليه طول الوقت ما تطلوب منها إنها تعدي وتكمل وتسيب أي حاجة ورى دهرها وما ينفعش تعمل حاجة غير إنها تنجح وتقف على رجليها مهما كانت بتمر بإيه كتابنا النهاردة للكاتبة الأستاذة اللي اهتمت جداً جداً بإنها تكتب في تجارب الستات والحقيقة قررت إن هي تتكلم عن شخصيات حقيقية هي بتقابلهم في حياتها الصحفية الحقيقة إن الناس اللي أنا بكلمكم عنهم دول كلهم شخصيات حقيقية وهو ده اللي إحنا قررنا إن إحنا نتكلم عنه النهاردة الكتاب أخد منها وقت طويل ولكنها قدرت إنها تعبر عن كل ست عدت بكل الضغوطات بأشكالها المختلفة قدرت تواجه بقوة وبشجاعة قدرت تقف مرة تانية رغم أي حاجة مرت بيها كتابي النهاردة هو شكولاتة دارك للكاتبة الصحفية الأستاذة دينة توفيقة وهي كمان بتكتب باب يحواء في إحدى المؤسسات الصحفية اللي هنعرف منها أكتر عن حكايات الكتب وعن حكايات موجودة في الكتاب